أنا عايز أتطمن على صحتك صحتك عامل أيه؟ صحتي أنا جالي اللي بيقول عليه بالبلد سرطان وكلمة قوف اللي هي الكنسر يعني لكن أنا عندي إرادة حياة الحمد لله كويسة الحمد لله والحمد لله الدولة مشكورة وقفت معي وتعليقت حتى الآن من الغاية المرضة بتعليق على حساب الدولة مشكورين كويس أنهم بيعملوا لي حاجة كويسة كده يعني حاجة جميلة يعني هذا حقك على الدولة متشكرين جدا هذا حقك على الدولة متشكرين وكلمتني هي ستة عرفت كانت وزيرة الصحة دكتورها لزايد أيها طبعا قالتلي أنت مربينا والكلام كبير من الحلو ده اللي شبه كلامك أنت وبتاعه وأنت الحساب مدفوع طيب يلا يا عم وروحت أخذت بقى الحؤن والإشعاعات والحاجات دي وقديني جاية هو على رجليه لكن شاو إحجاب يملك إرادة يعني عنده المقاومة دي حبيبتي أنا بقول للشعب المصري والإنسانية عموما الناس اللي ماتت دي ماتت لأن ما عندهمش إرادة حياة زهقوا بقى وإعرفوا فبقوا يعني فريسة لل يعني عندهم شيء اسمها اللي بيسموها المناعة أو المقاومة المناعة دي يعني الواحد لو فقد منعته الإنسانية والفكرية والحياتية والرغبة في الحياة وجمال الحياة وأن ترى تشوف الدنيا بعين طفل فعلا بريء بيفقد الرغبة في الحياة لكن نحن ما زال بيننا وما زال أمامنا الفتيلة التي بنا نزرعها الآن من أجل هذا الوطن الهام قوي الجميل قوي والناس الحلوة قوي دي لنحن أن لنا وهبت حياتي إليها وخاصة الأطفال شكرا